وبرضه هنقول مبروك للمغرب يا رب يعني فضل لنا اتنين مبروك كمان كده يا رب ان شاء الله بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيوك يا جماعة عمين ايه معاكم محمد الشام ودي قناتي قناة اهميت شات خلص دور رابع النهائي ودخلين عن نص النهائي وفجأت كتير في الرابع النهائي طبعا قبل ما نتكلم عن اي حاجة لازم نقول مبروك للمغرب يعني اداء مشرف واول فريق افريقي وعربي يوصل لدور النص النهائي مربع الزهبي يعني يا جماعة المربع الزهبي في المغرب يا جماعة مش قادرة تخيل لقد دلوقتي بجد فرحة لكل الوطن العربي اعتقد الناس كلها في نشوة ما بعدها نشوة ان احنا عندنا فريق عربي وافريقي يعني هو يا المغرب دخلة بروحين بروح الافريقي وبروح العربي ما هي دخلة في المربع الزهبي بجد انجاز غير مسبوق يعني استحق كل التحية انا شايف ان هي اعجاز بجميع المقاييس يعني فوق الانجاز ان بخط الهجوم الحالي ان المغرب تصل لدور النص النهائي يعني بجد الحمد لله رب العالمين هنتكلم فنيا ولكن انا حبيت في البداية قبل ما نتكلم نقول مبروك للمغرب طبعا كلنا شفنا الماتشات كانت على يومين يوم في ماتشين ماتش الارجنتين مع هولندا وماتش البرازيل مع كرواتيا ويوم تاني كان ماتش فرنسا مع انجلترا وماتش المغرب مع بورتغال يمكن سبحان الله هو كان اليوم الاولاني تقريبا عاملين زي بعض فكرة ان ملل وبعدين الاسارة تبقى متحوشة في الاخر يعني البرازيل تقدمت بهدف مهاري جدا لنيمار ونفس الكلام المهارة كانت يعني هي اللي لها الكلام في الارجنتين طبعا النولوك بس الاسست العالمي الخرافي يعني يمكن انا كتبت على تويتر برضو يعني ده النولوك الاصلي بقى لا اللي هو اللي بيباصل واحد جنبه يعمل لك كده يعني اللي هو ده ايه نولوك لا يعني ده فعلا ميسي معرفش يعني شافه ازاي ودهلو حقي كان اسست خرافي مولينا بقى محدش تكلم عليها جات يوم ما رميت ازراميت هو كان عايز اللي يحصل مهما دخلت الكوراجون لكن هو الهدف كله في الاسست بتاع ماسي بصراحة مهارة عالية وبعدين تتقدم اتنين صفر في الماتشين اللي اتنين المهارة هي اللي قالت كلمتهم تقدم البرازيل بمهارة نيمار او تقدم الارجنتين بمهارة ماسي ولكن المفاجآت كانت متحوشة برضو في الاخر انا يمكن بحكيهم اللي اتنين مع بعض لان هما مرتبطين قوي بعض عاملين فعلا اليوم ده كان يعني كأنه هي دي صرفية اليوم المهارة يعني كانت هي اللي لها القول في الاول ولكن الرجولة والمصابرة والكفاح كان ليهم الكلام في النهاية كرواتيا طبعا عرفت تعمل تعديل للنتيجة ومشيت للإكسترا تايم ومن الإكسترا تايم للبنالتيز وكرواتيا هي اللي فازت على البرازيل بالبنالتيات السيناريو كان مشابه كان هيحصل في الارجنتين هولندا رجعت من بعيد من 2-0 الارجنتين لجنين حلوين جدا جدا وملعومين جدا جدا من هولندا واحد بالهد وواحد جملة تاكتيكية معمولة في بعد الديئة عشر يعني كانت هي خلاص اخر ضربة حرة وفيه جملة تاكتيكات عملت كانت في منتقى الجمال وكانت جن التعادل 2-2 لعبوا اكسترا تايم والناس كلها يعني وانا واحد منهم قلت خلصت ابتال لما كده بقى شكلنا هنبزال برازيل الارجنتين هتودع ولكن اللي حصل ان الارجنتين اتأهيلت برضو يعني درجة قلت طب ما كان يعني على اين لف ما انت كنت كذبعين من الاول ولكن يعني شاء الله ان الامور تطول ولكن في الاخر الارجنتين هي التي اتأهلت وده يمكن الاختلاف الوحيد ان في الاخر المهارة هي اللي قالت كلمتها برضو في الارجنتين بالرغم طبعا الناس كتير انتقدت الارجنتين الماتش ده كان مشدود بزيادة اوي باسباب وغير اسباب يعني كلام كتير على لويز فانغال وريكالمي ودي ماريا كلام كتير ولكن يعني انا شايف الماتش كان متانشن بزيادة يعني خصوصا في المراحل النهائية حتى في البانالتيز بعد ما ارجنتين فازت يعني شوفنا اللقطة ان هما بيهرزوا فيها الولندا انا كانش فيه روح رياضية كانت لقطة مش لطيفة ولكن في الاخر بنهاية اليوم ده كانت كرواتيا متأهلة مع الارجنتين وهو ده طرفين الماتش الاول النصف النهائي او فرقتين المربع الزهبي اللي هيكونوا الماتش الاول ارجنتين ضد كرواتيا اليوم التاني كان عندنا المغرب مع البرتغال وبعدها فرنسا وانجلترا نتكلم على ماتش المغرب الاول زي ما قلت الحمد لله رب العالمين ربنا وفق المغرب ويعني ده توفيلنا كلنا وقلت مبروك فعلا ماتش كان هايل المغرب حقيقي فيه عندهم منظومة دفاعية بخط وسط هايل جدا بيعرفوا يقفلوا الماتش كويس جدا بيعرفوا يطلعوا بالكورة جيد جدا ولكن يظل عندهم مشكلة كبيرة في الخط الهجوم ممكن الحمد لله رب العالمين نسيري طار وجاب هد طبعا برضو غلطة من حارس المار ما طلعوا كان خاطئ جدا ولكن الحمد لله جات لمصلحتنا ونسيري تقلق عمل وضع الطيران في لايت مود ونزل يعني ايه هو مش نزل هو طلع درب الكورة بالماغه ما نفعش نقول عليها نزل يعني وكان جن عالمي وهو ده كان جن التأهل والمغرب عرف التحافظ على الجن ده لغاية النهاية والحمد لله في الوقت الأصلي ما كانش فيه زي اليوم الأولاني اليوم الأولاني كان كله إكسترا تايم لأي اليوم التاني ما كانش فيه في المطشين ولكن في مطش المغرب عرف التأفل وفعلا فعلا يعني منظومة دفاعية وخط وسط يمكن مهارات فردية لبعض اللاعبين وناحي يمكن في خط الوسط لفت النظر أنظار وحتى يمكن لويس أنريكي تكلم عليه في مطش إسبانيا طبعا ومرابط كل الناس يعني بتتكلم على يمكن أكتر اسمين فعلا المغرب عندها عناصر فردية جيدة ولكن أنا شايف النجم في الموضوع هو الرجولة والأداء في الملعب والمنظومة طبعا الدفاعية وخط الوسط من ريجراجي أو الريكراكي يعني المدرب عامل يعني برضو شغل عالي جدا يعني عنده كتلة صلبة في الدفاع والوسط يعتمد عليها يبقى ساعات في بعض الأحيان بيحصل نوع من أنواع التهنيجة أو بعض التخبطات ولكن ستل نكحة بشكل كبير يا رب دايما وطبعا ما ننساش في حراسة المرمى ياسين بونو عامل بطولة خرافية وده بيدي اطمئنان برضو لخط الدفاع وخط الوسط المشكلة دايما بقول في المغرب لغاية دلوقتي من أول البطولة لحد دلوقتي عندهم مشكلة في الهجوم عندهم مش خربشة ولا يعني نجاعة هجومية ولا نوع من أنواع المناوشة الهجومية للأسف ما عندهمش الأسامي ولا يعني مفروض حاكم زياش يعني هو يمكن الاسم الكبير قدام ولكن برضو وينج ما فيش روص الحرب المرعب للأسف احنا شايفين يعني أنا بجد يعني مش عايز أكون متجنع على لاعب وما بحبش أن أنا أقعد أتكلم على لاعب بعينه بشكل سيء ولكن فعلا يعني اللي هو اسمه وليد شديرة ده بأمانة ربنا مطشين ورا بعض قراراته فيها حاجة غريبة يعني قراراته كلها يعني خطئة في الملعب ما عرفش بيأنن وقت مفروض يباصي وبيباصي وقت مفروض يأننه رجله وحش على الجنة يعني بأمانة لعيب مش عايز أوصف أوصف تانية بس حقيقي يعني أعتقد أن حتى كتير من المشجعين العرب والمغربة يعني يتفقوا معايا أن يعني إحنا حتى لما أخد كارت الأحمر أنا كنت في غاية السعادة أن إحنا إن شاء الله يعني المطش الجاي على الأقل يعني هنكون من غيره لأن فعلا أنا شايف أنه هو إضافة بالسالب مش بالإجاب بحل حد كبير يعني يؤسفني أقول كده ولكن أول ما بنزي بينزل ملعب كل مرة يعني في مطش إسبانيا كنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عنده كان على الأقل فرصة أو فرصتين محققتين يعني في واحدة فيهم كانت أوف سايد تصرف بها بشكل سيء قلنا ماشي خلاص يعني زي إيه يضطعز لك فرصة اللي بعدها الفرصة اللي بعدها كانت يعني خلاص بوينت بلانك يعني هو مش هو الجن يعني هو مع ذلك نفس الحوار مع بعض التأنينات مع بعض إن بيبقى سعاد زميله وظهرين يعني ممكن يعمل لهم أسس مطش اللي فات بتاع البرتغال كان فيه كرة رايحة لزميله وفضع أه أحسن هو اللي اعترض الكرة واستلامها وفي الآخر تصرف بها بشكل سيء يعني للأسف يعني دي النقطة السلبية في المغرب حتة الهجوم يعني يمكن المغرب بتعتمد على صلابتها الدفاعية وإن ما تستقبلش أهداف ولكن مشكلتهم حقيقة عندهم مشكلة كبيرة في الهجوم أعتقد المغرب إذا كانت عندها هجوم يعني مخربش شوية والعنيف شوية أعتقد الموضوع كان يبقى فيه ثقة أكبر يعني دايما التخوف عندنا إن انت ماشي حلو إن انت ما تقبلش بس إن تعرف تخطف المشكلة إن حتة الخطفة دي مش موجودة في المغرب يعني الحمد لله ربنا وفق في البرتغال نتمنى إن مطش فرنسا يعني يحصل كده هنتكلم في الآخر في التوقعات ولكن الحمد لله هو مطش كان برضو إلى حد كبير ما فيهوش كورة قوي كان ممل بحد يعني بشكل كبير إحنا كنا مبسوطين كعرب وأكيد كمغربا يعني طبعا أنا مصري ولابس لكم النهاردة برضو أحمر لقيت وش وحلو مع إسبانيا وعدنا من بورتغال فأنا قلت بقى إيه المغرب إن شاء الله طول ما هي مكملة ألبس بالله الأحمر تي شيرت منتخب مصر فبإذن الله يعني هنتكلم في التوقعات ولكن المطش كان يعني ما كانش ممتع للمشاهدين قوي ولكن أهم حاجة كان ممتع بالنسبة لنا كنتيجة إن إحنا طلعنا بالفوز طبعا برضو الموضوع الشهير في هذا المطش كان كريستيانا رونالدو إن مدرب سانتوس للمرة الثانية يقعده احتياطي الموضوع طبعا ما زبطش معاه زي المرة اللي فاتت لما المرة اللي فاتت قعده احتياطي في رأة كسبة 6 المرات دي الموضوع دخل فيه مجون نزل لرونالدو ولكن بعد يعني فوات الأوان زي ما بنقول ملحقش رونالدو يعمل حاجة الحمد لله رب العالمين وكانت اللقطة الشهيرة خروج رونالدو يعني يمكن ده هيكون خلاص آخر كاس عالم يعني في الغالب إلا بقى لو فيه معجزة هو هيعملها أو هيكمل كمان أربع سنين ولكن يعني بالعقل والمنطق إن خلاص رونالدو ده كان آخر كاس عالم هيكون متواجد فيه ويمكن خروج كان يعني إلى حزين المحبي وحتى الغير المحبين المحبين الكرة عن مثلا يعني زي ما أنا أقول كريستيانا رونالدو على المستوى الشخص تحبه أو ما تحبوش أو تكرهه هو يظل أحد أعظم لعبين كرة القدم على مرة تاريخ ده شيء نأم أباينه فأكيد رؤيته إن هو يخرج من الباب الصغير زي ما بنقول يعني بتبقى محزنة أو الوداع عمتا بيكون محزن يعني حتى لو مش باب الصغير لأن عشان نكون برضو منطقيين هو البرتغال مش من الفرق المرشحة دايما إنها تاخد بطولة يعني مش فرقة بطولات بحد جبيعني يعني عمره ما كانت مترشحة الكاس عالم عشان نكون سرحة يعني ما كانش متوقع إن هو هياخد كاس عالم ولكن كان في فرصة للكاس العالم ده يعني المغرب كان ممكن يعدي منه والكاس العالم ده إلى حد إنه مستويات وفي مفاجآت كتير فكان وارد إنه يحصل ولكن يعني مش عايزين نقولها إن هو من الباب الصغير يعني مش حاجة للدرجة دي ولكن هو الوداع بيكون دايما حزين فإن إحنا نشوف يعني أسطورة من أساطير الكرة خلاص بتختم مشوارها الدولي في الغالب يعني كلام كتير إن هو لسه حتى بدون نادي إشاعات على إن هو رايح نادي الناصر السعودي لا في نافي لا ده هو ممكن يروح الدوري الأمريكي لا ده مش عارف إيه أنا بصراحة حقيق الغد لوقتي مفيش لا نافي ولا تأكيد يمكن الموضوع بتاع الناصر السعودي هو اللي أخذ زخم إلى حد كبير ولكن الآن مفيش أي تأكيدات حتى هو بعد خروجه من البطولة لسه مفيش تأكيد هنشوف إيه اللي هيحصل ولكن هو ده يمكن الحدث الأكبر اللي حصل في المطش ده مع يعني فوز المغرب ده الأهم بالنسبة لنا يجي للمطش اللي بعديه ما كانش فيه كلام كتير غير بنالتيات لإنجلترا إنجلترا مع فرنسا كان مطش أنا شايف أن هو كان ممكن يكون فرنسا هيكون لها الكعب العالي وهو فعلا كان لها الكعب العالي ولكن أنا كنت متخيل أن مطش هيكون أمتع من كده بكتير وكنت متخيل أن فرنسا بعد ما جابت جون بدري أن هي ممكن تعمل سكور على إنجلترا ولكن الإنصاف هي لعبت بشكل صالد أو بشكل يعني جيد ولكن الإنجلترا في الآخر خرجت يمكن الناس كتير كان متوقعين وفي ناس كتير بتتمنى خروج إنجلترا ولكن في الآخر إنجلترا خرجت طبعا أحداث المطش يعني الأول جن مبكر من تشواميني شوطة على الواقف على الرايق على الجامد يعني على كل حاجة كانت يعني مهارة شوطة متقنة إلى حد كبير يمكن ما كانتش في زاوية قوي ولكن الحارس يعني هي خابط عملت باندة خفيفة في الأرض ظهر لغبطته ولكن يعني هي كانت متوجهة بشكل جيد وبقوة مناسبة المهم هدف كان شكله جميل جدا ومهارة من شوامينيك تخيلنا أن بعدها المطش هيفتح ولكن إنجلترا عرفت تأفل إلى حد كبير بالعكس كانت هي المبادرة في الهجوم إلى حد كبير وهي اللي كانت ماسكة المطش بدل تيتحسب لإنجلترا ينفزه هريكين واحد واحد يحصل التعادل يستمر محاولات لتبادل الهجوم وحق ربنا زين برضو مقول الكرة ما بقتش ممتعة قوي اليوم دي معرفش هل من كتر عدد المطشاط بقى فيه تعب للعبين استحقاخات كتير عليهم وحتى في فترة التوقفات الدولية اللي كان بيبقى مطشاط حتى ودية حبوا هم يعملوا برضو المطشاط الودية دي حطوها تحت غلاف بطولة معينة علشان يعني فكرة الرعاة وفكرة يعني يبقى فيه استفادة مادية من اي نشاط كروي ولكن الموضوع ده اثر بشكل كبير على مطعة كرة القدم يعني احنا حقيقة احنا بنتكلم على دور ربع النهائي يعني مفروض ان انت تبقى شايف يعني حتى من دور الستاشر تبقى شايف يعني حاجات تكسير عزام زي ما بنقول للأسف حاليا بقى الموضوع تقفيل اكتر منه يعني كل فريق مش عايز يخسر اكتر ما هو عايز يكسر كان زمان المطش بيبقى مفتوح في كاس العالم بالذات كل اللعيب عايز يبين مهاراته بيبقى فيه حاجات خارجة عن المألوف ممكن زي ما تكلمنا في مطش هولندا والارجنتين ومطش البرازيل مع كرواتيا المطعة جات في الاخر لما خلاص الفرقة عارفة انها تخرج ورمت كل ما قوتيت من قوة ان هي حاول تتعادل وتم التعادل فكان الشكل جميل وكان في شوية كرة فيها اصارة في الاواخر يعني يمكن شدتنا جميعا لكن حق ربنا كسل على مفروض ان هو اخر ربع ساعة بتاع الا اصارة ده بيبقى المطش كله يعني اي حد مع اي حد بتلاقي اللعيبة بتدي كل حاجة في الملعب حاليا معرفش هل انهاك من اللاعبين ولا لقلت مهارة زمان اللاعبين كانوا امهار في ربع النهائي تخيلت ان هيكون فعلا تكسير عظام ولكن المطش الى حد ما كان ممل محاولات شحيحة وعلى استحياء من كل جانب ولكن في الاخر جيرو يجيب الاثنين واحد بعديها بكم دقيقة دقيقتين تلاتة يتحسب بانالتي لانجلترا ولكن هاري كين المراضي يضيعه ويخلص المطش الاثنين واحد لفرنسا يعني نتيجة كانت متوقع فوس فرنسا ولكن كان يمكن بعد اول هدف زي ما قلت كنا متوقعين نتيجة اكبر ولكن خلاص كده تحدد المطش التاني فرقتين المربع الزهب الفرقتين التانيين المغرب مع فرنسا وهو ده المطش التاني في النص النهائي طب توقعات ايه المطشات حقيب الهكاس العالم ده خلنا ما نتوقعش اي حاجة لان المواضيع ماشية عكس الاتجاه في حاجات كتير يعني كرواتيا مع الارجنتين احنا كنا متوقعين كرواتيا عمرها هتعد من البرازيل ولكن عدت من البرازيل هل ممكن تعمل مع الارجنتين نفس ما عملته مع البرازيل وارد جدا الكرواتيا عندها عناصر جيدة وبتلعب برجولة وعندهم حارس مرمة يعني ليفاكوفيتش ده عامل بطولة هيلة فالفكرة كلها ان لا يستهان بكرواتيا وخصوصا بعد ما اخدت ثقة من العبور من البرازيل من احد المرشحين ان لم تكن المرشح الابرز مع فرنسا ومن اقوى الفرق اللي بتلعب كرة الارجنتين تعتمد على ميسي عندهم عناصر النصق قهد يرتفع طول البطولة يمكن بعد مطش السعودية ناس كتير كانوا متوقعين ممكن حتى ما يعدوش المجموعة او هيخرجوا في اي دور ولكن ماشية معاهم والدنيا ماشية فطبعا الموضوع 50-50 ناس كتير هترشح الارجنتين في النهاية يعني بعد اللي احنا شفناها انا مش قادر اتوقع وفيه واضح انه مع الارجنتين وحتى ظهرت بعد ما تعادله اتنين اتنين في اي حاجة في كتاب كرة القدم دايما الفرقة اللي بتجي متعادلة من بعيد دي في الغالب هي اللي بتكسب ولكن يعني مش دايما بس يعني في الغالب واضح ان فيه توفيق مع الارجنتين اذا كمل هذا التوفيق مع الارجنتين يعني مع ان ميسي واضح ان هو مركز في البطولة دي شوية فاعتقد ان الامور ممكن تكون في صالح الارجنتين ولكن ما لا استبعد وصول كرواتيا للفايل المتش التاني زي ما قلت اتمنى شيء واتوقع شيء ولو ان التوقعات زي ما قلت خلاص بقيت خارج المألوف وخاصة مع المغرب لان احنا المغرب ما كناش متوقعين تعدى من المجموعة طلعت اول مجموعة تخيلنا ان هي مش هتعدى من اسبانيا عدت من اسبانيا تخيلنا خلاص البرتغال فائد ستة اللي جايبينهم في المتش اللي قبليهم هيكسبوا مستريع المغرب غلبوا من المغرب من غير اكسترا تايم ولا فما فيش اي توقع ان احنا نقول لا طبعا فرنسا هي اللي تتأهل ولو ان اغلب الناس ويمكننا منهم اتوقع ان فرنسا تتأهل ولكن اتمنى ان المغرب هي اللي تتأهل احعمل زي المرة اللي فاتت لعل وعسى ربنا ان شاء الله دايما يوفقنا ندعي ربنا كده ان بإذن الله يكون التوفيق للمغرب ومين عارف نشوف المغرب في النهائي مع الارجنتين او مع كرواتيا ومين عارف ايه اللي يحصل ربنا يا سهل مش عايزين نستطبق الاحداث نقول يا رب عندنا ماتشين كل يوم في ماتش واحد هيبقى الساعة تسعة تقريبا في الدور ده وبقى هو خلاص فاضل البطولة بتلملم اوراقها هما فاضل اربع ماتشات ماتشين نص النهائي وماتش التلات والرابع عليهم تلاتة واربع اللي هو بكرة وبعده بإذن الله يكون ساعة تسعة بتوقيت القاهرة يعني عشرة بتوقيت السعودية تقريبا يعني خلاص هو النهاردة اجازة تلاتة واربع ناخد خميس وجمع اجازة سابت وحده نقول باي باي المونديال كان تنظيمة عالي جدا جدا من قطر يعني فعلا يمكن يعوضنا خروج المبكر لقطر والفرق العربية الاخرى ولكن طبعا التعويض الاكبر هو وصول المغرب لدور النص النهائي المربع الزهبي ما حصلتش قبل كده ربنا يا رب يوفقها بإذن الله وتعمل انجاز اكبر كمان وتوصل للنهائي ومين عارف تاخد البطولة فندعي ربنا ان شاء الله يعني ربنا يديم الفرحة كده وان شاء الله بإذن الله نعدي من فرنسا مين عارف يعني خلي عندنا امل طبعا هو للأسف عندهم عناصر هجومية يعني تكسر اي حاجة ولكن احنا شوفنا برضو في انجلترا الى حد كبير سدت معاهم فان شاء الله المغرب تكون اشد من انجلترا بإذن الله مين عارف يعني ندعي ربنا الدعاء يغير القدر فندعي ربنا ان شاء الله بإذن الله يكون في توفيق للمغرب ونشوفها في النهائي ومين عارف خلينا ناخدها خطوة خطوة مش هنستبغ الاحتس اتمنى تكون درداشة لزيزة وسريعة اللي ما عملش اشترا في القناة ريت يعمل الاشتراك ما ينساش بص على باية الفيديوهات زي ما بقول دايما مش بس كورة بنتكلم في الاساس على طب العيون شرح مبسط عشان اي حد يفهم وفي كلام كتير بعيد عن الكورة وبعيد عن الطب كلام عام اتمنى دايما ان رب تكون قناة ممتعة ومفيدة للجميع ربنا يدينا العمر والصحة ونشوف بعد على خير الحلقة الجاية والسلام عليكم